اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة أهمية تضافر جهود جميع المعنيين والمشتغلين في القطاع السياحي من أجل منح زخم أكبر لازدهار هذا القطاع خاصة مع مواصلة تسجيل إحسائيات تؤكد أن القطاع تعافى تماما من أثار الجائحة وإقبال مملكة البحرين على أحداث وفعاليات كبرى مثل افتتاح مركز البحرين العالمي للمعرض وسباق الفورميلا واحد ومعرض الطيران وغيرها وأربت الوزيرة السيرفي خلال استقبالها لرئيس وعدد من أعضاء جمعية مكاتب السياحة والسفر البحرينية عن دعم وزارة السياحة الكامل لعمل مختلف الشركاء في القطاع السياحي الخاص بهدف تحقيق الأهداف المشتركة في تنمية القطاع ومواصلة الارتقاء بالأداء وتحقيق نسب تشغيل وإقبال مرتفعة تلب التطلعات وأكدت الوزير السيرفي أن أبواب وزارة السياحة مفتوحة دائما للاستماع ومناقشة مختلف مرئيات الجمعية وتنفيذ المناسب منها في إطار الإمكانيات والإجراءات والقوانين وضمن استراتيجية مملكة البحرين السياحية 2022-2026 هذا وبحث الاجتماع المشترك عددا من المواضيع من بينها تطوير أنظمة مكاتب السفر والسياحة وتسهيل انضمامها وتفعيل عضويتها في اتحاد النقل الجوي الدولي إضافة إلى تأهيل وتدريب العاملين في القطاع السياحي في مختلف المجالات بما فيها مجال النقل الجوي إلى ذلك نوه رئيس مجلس إدارة جمعية مكاتب السياحة والسفر السيد جهاد أمين بحرص وزارة السياحة على التأسيس لشراكة فاعلة ودائمة مع منشآت القطاع السياحي الخاص والتشاور وتبادل الآراء والتشاركية في اتخاذ القرار وتطوير وتنمية القطاع السياحي بشكل كامل